أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد وأرحب بلستر عبد المنعم أبو إدريس في هذه الفقرة التحنية مرحب بك أهلا مرحب بك وساعة مهلا بلستاذ المشاهدين الكرام طيب دعنا نبدأ مباشرة في أهم المواضيع المطروحة اليوم في الساحة والتي تم تداولها بصورة كبيرة جدا سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الصحف أو عبر كل المحللين السياسيين وهي الأزمة التي نشأت بين دول الخليج خصوصا مع دولة قطر والسودان سنقرأ كيف الموقف الذي سيقف هو السودان في هذا أو في هذه الإشكالية أو في هذا الموقف ونبدأ بصحيفة السوداني والسودان يدعو للتهدئة والبشير يقول اتصالات لاحتواء أزمة الخليج لكن هذا هو أحد أولى التصريحات في سياق هذا الخبر أجزاء رئيس الجمهورية المشير عمر البشير التصارى الهاتفية مساء أمس مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن احتواء الأزمة وطمأن أمير دولة الكويت الرئيس البشير بأنه سيغادر إلى المملكة العربية السعودية اليوم لمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود والقيام بمساعي لاحتواء الأزمة مع دولة قطر ومحاولة ترتيب البيت العربي درءا للمخاطر التي تحيط بالعالم العربي والإسلامي ودع سودان دول مجلس التعاون الخليجي لتهديئة النفوس والعمل على تجاوز الخلافات بعد إعلان السعودية والإمارات ومملكة البحرين ومصر العربية والحكومة الشرعية لليمن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر الشقيقة وعبرت وزارة الخارجية في بيان المساء أمس عن بالغ قلقها لهذا التطور المؤسف بين دول عربية شقيقة وعزيزة على قلوب السودانيين والأمة العربية جمعا وطالبت بتجاوز الأزمة بما هو معروف عن القادة الأشقاء من حكمة وحنكة وحرص على مصالح دول أو مصالح دول وشعوب الأمة العربية سيد عبد المنعم أعتقد أن الانفجار كان سريع جدا بين دول الخليج فرأيك لماذا كان هذا الانفجار بهذه السرعة ما الذي حدث ما التطور الذي حدث ليجعل هذه الأزمة تصل إلى هذا الحد هو للمشة الانفجار كان سريع لكن كالتطورات الحدثة كانت دراماتيكية لم يكن أي أحد يتوقع هذا التطور السريع للتصعيد لأن الأزمة ما بين قطر والدول الإمارات والبحرية والمملكة العربية والسعودية خاصة ما بين قطر والبحرين ظلت هناك خلافات حول بعض المناطق الحدودية حتى أن الدولتين وصلتا مرحلة أن ذهبتا لمحكمة التحكيم الدولي العلاقة القطرية الإماراتية يعني ظلت هناك أزمة مكتومة منذ سنوات مع المملكة العربية السعودية في عقبل سلاس سنوات وصلت مرحلة صحب السفراء لكن عقب الزيارة التي قام بها الملك سلمان لقطر وزيارة الأمير تميم للرياض ومشاركة قطر في تحالف عاصفة الحزم في اليمن اعتقد البعض أن الفترة التوتر أو الأزمة المكتومة تم العبور منها لكن طبعا قبل أسبوعين شارك الأمير تميم في القمة التي عقدت المملكة العربية السعودية مع القمة الإسلامية العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية كل هذه كانت تشير إلى أن كأنما الأمر تم تجاوزه فجأة التطورات التي حدست كأنما أشارت إلى أن الأزمة كانت تدور كأنما كانت بركان يعتمل بالداخل وفجأة ينفجر في وجه الجميع لكن اللافت أن التطورات في غير غطعة العلاقات وسحب السفراء وغطعة العلاقات حتى العلاقات القنصلية هذا التطور كبير جدا إضافة لإقلاق الحدود البرية والبحرية إقلاق حتى السماوات أمام خطوط الطيران محاولة للمقاطعة الاقتصاد هذه كأنما كلها خرجت في وقعت لذلك بدأ الأمر للجميع كأنما هي عاصفة هبت فجأة من خلال التطورات الدراماتيكية التي حدست والقرارات التي اتخذت خلال ساعات قليلة جدا حتى أن الأمر وصل إلى الرياضة حديث عن أن نادي الأهل السعودي ألقى العقد الرعاية مع الخطوط الجوية القطرية بدأت أحاديث حول سحب من قطر استضافة خليجي 23 خلال الفترة القادمة فلذلك التطورات الدراماتيكية جعلت أن العاصفة أن الأمور تمضي بيقاع أسرع مما هو متوقع طيب في رأيك هل هناك أصابع خارجية وراء هذه الأزمة؟ هي وبدو أن هناك اختلافات ما بين هذه الدول في بعض الملفات الإغليمية يعني هناك تقاطعات في رؤية هذه الدول في قضايا مرتبطة بسوريا في دعم مجموعات محددة في سوريا هناك تقاطعات في الملف الليبي كل طرف لديه رؤية لديه مجموعات في ليبيا يدعم صحيح المجموعة كلها كانت تعمل في إطار واحد في إطار الملف اليمني لكن في إطار التقاطعات الإغليمية هذا يفتح الباب يفتح الباب أمام أن واحدة الدول تغترب من طرف أو تبتعد من طرف آخر من طرف خارج المنظومة خارج منظومة الدول الخليج لذلك الخلافات هي بعضها غالبة خلافات في ملفات إغليمية ليست خلافات داخلية بشكل أساسي خلافات في رؤية الدول لبعض الملفات الإغليمية لذلك هذا يجعل الشخص ينظر مرة وأكثر من مرة في أنها قد تكون هناك بعض الجهات التي تتقاطع في هذه الملفات الإغليمية حاولت تحريك بعض الأشياء لبكاسب تحقيقها في هذه الملفات الإغليمية لكن عموما التحرك الأزمة بهذا الشكل نزر خطر كبير جدا على منطقة الخليج هذه منطقة يعني عرفت لسنوات طويلة أنها منطقة تنعم بالاستقرار أنها منطقة فيها رخاء اقتصادي رغم الهزة التي حدثت بأسعار النفط لكن ظلت دول الخليج محافظة على حالة الرخاء الاقتصادي هذا يؤشر على أن دول الخليج مغدمة على بعض الأيام المختلفة قد لا تستمر في حالة الاستقرار لأن المشاهدات والمناكفات التي حدثت بينها وصلت مرحلة بعيدة جدا لدرجة يعني كانت هناك تحدث اختلافات لكنها لا تصل مرحلة القطيعة الآن عندما تصل مرحلة القطيعة يمكن أن تفتح الباب أمام تدخلات أخرى أمام تحالفات أمام ممارسات ضد بعض الدول في رأيك بعد حديث سيد رئيس الجمهورية مع أمير دولة الكويت وحديث أمير دولة الكويت للرئيس بأنه سيغادر اليوم للمملكة العربية السعودية لمحاولة احتواء هذه الأزمة هل في رأيك سين جح أمير دولة الكويت في نزع فتيل هذه الأزمة؟ حتى بعد حديث الذي صدر من سيد رئيس الجمهورية وحديث أمير الكويت اليوم تناقلت وسائل العلام تصريح لوزير الخارجية القطري دعا الأطراف كلها للجلوس للحوار والواضح أن في ظل التصاعد الكبير هناك اتجاه نحو حل حلة الأزمة لكن هذه الحل حلة ستحتاج لبعض الوقت لأن الأطراف التي وصلت إلى حد القطيعة محتاجة أن تسوي بعض الملفات فيما بينها هذا يحتاج إلى عزيمة ويحتاج إلى بعض الوقت يحتاج أن تجلس الأطراف فيما بعضها يحتاج إلى التعامل بشفافية الأزمة قد تتم تسويتها قد تحدث تهديئة يعني قد ينجح أمير الكويت في خلق تهديئة في أن لا تنضي الأمور نحو التصعيد أكثر لكن الحل النهاية يحتاج لجلوس الأطراف مع بعضها وبشفافية كاملة وأن تتحدث حول الملفات التي يحدث فيها اختلافات لأنه واضح أن الخلافات في الملفة السوري كبيرة الخلافات في الملفة اليمني الليبي قصد عفوا وليس اليمني الخلافات حول العلاقة مع إيران الخلافات حول ما يدور في العراق لذلك الخلافات التنازع حول كل دولة من هذه الدول تريد أن تكون أنها الغائد وأنها المركز للمنطقة وهذا التنازع يحتاج لتسويها لذلك خلق نوع من المنافسة نوع من المنافسة قد يفلت كما حدث الآن قد يفلت لشكل من أشكال يؤدي إلى قطيعه ويؤدي إلى تنافر ما بين الدول سيد المنعم يعني في رأيك ما هو موقف السودان وهل يمكن أن يلعب دور الوسيط؟ البيانة الذي صدر من وزارة الخارجية السودانية كان موقفا حكيما جدا لأن السودان تربط علاقة وثيقة جدا بقطر غطر لعبة دوار كبيرة جدا في قضية دارفور ظلت داعم للسودان في الفترة الحصار الاقتصادي السودان من عام 2015 علاقته مع المملكة العربية السعودية تطور تطورا كبيرا جدا بعد أن علم مشاركته في عاصفة الحزم وأصبح واحد من حلفاء المملكة العربية السعودية لذلك كان البعض يعتقد أن السودان في موقف حريج لكن عندما خرج الموقف فأنه هو يدعو للتهديئة يدعو الجميع للحل القضية بالحوار يتحدث عن استعدادة أن يبزل أي مجهود لحل فهذا كان موقف يحسب للسودان ويحسب للديبلوماسية السودانية فأنها استطعت أن تخرج من هذا المأزق بأن بهذا البيان المتوازن نعمل أن يستمر العمل في هذا الإطار المتوازن الذي يمكن أن يخدم المصالح العليا للسودان لأن العلاقة مع هذه الدول الخمسة المختلفة مهمة جدا للسودان ولمصالحه وإضافة إلى أن ألاف سمئات الآلاف السودانيين موجودين في المملكة العربية السعودية وفي قطر وفي الإمارات وفي البحرين قطعا إذا حدست أي هزة لا قدر الله للعلاقة ستأثر أوضاعهم لذلك كأنما كان قدر الدبلوماسية السودانية أن تسير هذا الخط الدقيق ونجحت في الاختبار الأول عليها أن تستمر في هذا الخط وأن لا تحييد عنه نأمل أن لا تتعرض لضغوطات لأن إذا استمر التصعيد إذا لم تنجح محاولة الاحتواء التي تقوم بها دولة الكويت بمساعدة بعض الدول الأخرى ومضى الأمر لحوة التصعيد قطعا الأطراف المتناجعة ستحاول أن تنشي أحلافا هذه الأحلاف ستعرض الدول التي لديها علاقة بها إلى ضغوط للدخول في هذه الأحلاف نأمل أن لا يوضع السودان في هذا الامتحان ترجمة نانسي قنقر